معي من رامالله مراسل الحدث خالد القاسم خالد آخر التطورات يعني ملخص التطورات في الضفة الغربية نعم أحمد اليوم قتل برصاص الجيش الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين اثنان منهم في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس أثناء اجتياح أكثر من عشرين مركبة عسكرية إسرائيلية قرية زواتا ووقوع اشتباكات ومواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين بالرصاص بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية أيضا في بلدة طوباس وبلدة قباطيا ومخيم عسكر كان هناك مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وعند مخيم العروب جنوب الأراضي الفلسطينية الجيش الإسرائيلي قال بأن فلسطينيا حاول دحس مجموعة من الجنود فأطلقوا عليه الرصاص وقتلوه وكان فجر هذا اليوم أيضا الجيش الإسرائيلي قصف مسجد الأنصار في مخيم جنين وأصفر القصف عن مقتل فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح هذه هي محصلة الأحداث الميدانية لهذا اليوم في الأراضي الفلسطينية ثمانية قتلهم الجيش الإسرائيلي ليصبح عدد من قتلهم الجيش والمستوطنون منذ السابع من هذا الشهر أربعة وتسعين فلسطينيين هل يمكن استثمر فرصة وجودك خالد أيضا نعلق على آخر تطورات في القدس يعني بالقدس كانت هناك مواجهات في عدة أحياء في مدينة القدس رغم التجديدات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي تحد من حركة الفلسطينيين وتحديدا في البلدة القديمة إضافة إلى اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في بعض أحياء هذه المدينة أما بالنسبة لبقية الضفة الغربية غير القدس هناك تجديدات عسكرية استثنائية في محيط مدينة أريحة حيث أفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي وضع حواجزا عسكرية على جميع مداخل مدينة أريحة ويحد من إمكانية دخول وخروج الفلسطينيين إلى المدينة إضافة إلى إغلاقات مستمرة للعديد من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ناهيك عن اعتداءات المستوطنين على قاطف الزيتون في بلدة ياسوف وبلدة قريوت وفي محافظة طوباص أيضا ومحافظة قلقيليا سجلت هناك العديد من اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على قاطف الزيتون وطردهم من أراضيهم طيب دعنا أيضا نعلق على أي أخبار جديدة بتفاعل السلطة الفلسطينية الدوائر السياسية الرسمية مع دخول الحرب في غزة أسبوعها الثالث يعني أحدث ما صدر هو بيان أو حديث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع 25 من القناصل والسفراء الدول المعتمدين في الأراضي الفلسطينية حيث حملتهم الحكومة الفلسطينية رسائل إلى دولهم بضرورة الضغط على إسرائيل لتوفير ممرات آمنة لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية وخروج المرضى والمصابين للعلاج في المشافي المصرية وأيضا أوصلوا رسالة إلى العالم بأن الفلسطينيين يرفضون التهجير وبأن العنوان الوحيد للحديث عن أي موقف أو عن أي قضية تخص الفلسطينيين هي منظمة التحرير الفلسطينية نكتفي إذن بهذا القدر كان معي من رحم الله مراسل الحدث خالد القاسم شكرا جزيلا لك